خارج منطقة التغطية هي مجرد محاولة جادة لتعزيز الحوار في عالم مختلف نحاول فيه أن نضحك على أنفسنا وكل ما يظهر في هذا البرنامج من أراء وتعليقات هي مجرد قراءة لأحوالنا مع التأكيد على احترامنا الكامل واحترام عمان تيفي لكل الشخص وكل من نأتي على ذكره احترامنا للجميع وثقتنا كبيرة في حوار من أجل التغيير مساء الخير أهلا بكم إلى حلقة جديدة من خارج منطقة التغطية عادة منسأل أسئلة في بداية كل حلقة أسئلة بجزء عدد كبير منها ما إلهاش إجابات بالمعنى اللي احنا منشوفها بشكل يومي كلها لها إجابات لكن الإجابات عادة والتفكير فيها إما بيأخذ وقت بنا أو بيكون بعيد عن عيوننا وبالتالي بعيد عن منطقة التغطية لعيوننا لتفكيرنا نسأل دائما احنا وين رايحين اليوم بنضيف عليه وين كنا وين صرنا وإحنا وين رايحين وين كنا في أشياء كثيرة لما اليوم تم بث البرومو الخاص بحلقة اليوم حول الدراما الأردنية كنا بنسأل أين كنا كنا في المقدمة وعلى قمة نتوج على قمة وعلى رأس منتجي الدراما في العالم العربي ومن كبار منتجي للدراما البدوية والحديثة وكل شيء وكانت اقتصاد كبير تمثل الدراما الأردنية في دول الخليج وحتى في بعض القنوات المصرية أو القناة المصرية الرئيسية وسوريا وغير سوريا في كل مكان كنا اليوم منصرنا من هو السبب في تدمير مكتسباتنا زي الدراما الأردنية زي إنجازات عديدة كنا حققنا إنجازات كبيرة في أشياء كثيرة اليوم وين سرنا الناس بدأوا يسألوا اليوم مش بس الدراما لا في أشياء كثيرة وين كنا وين سرنا بدناش نحكي عن الرياضة بدناش نحكي أيام ما كنا نفوز بكأس العرب لما كنا أداءنا أحسن بعدد كبير من الرياضات لما كنا أداءنا أحسن في أشياء كثيرة إلى علاقة بالثقافة والأدب حتى المسرح ويعني تجارب عديدة بديش حكي تراجعنا ولكن هناك كان يعني أيدي خفية كان هناك ناس عن قصد أو عن غير قصد في الدراما هناك عن قصد في الدراما هناك ناس عن قصد يدمرون أو دمروا الدراما الأردنية لصالح درامات أخرى في العالم العربي الآن تنطلق وتسجل إنجازات كبيرة على حسابنا وين كنا وين صرنا وإحنا وين رايحين أسئلة يجب علينا أن نجد لها إجابات الآن وقبل الغد حياكم الله اشتركوا في القناة عناوين عديدة تذهب نفس الاتجاه أيضا أسئلة إلى علاقة وين كنا زمان مثلا ما كنا نسمع عن نواب أعضاء مجلس نواب حتى لما كان مثلا مجلس وطني لما كانت غائبة الديمقراطية بالمعنى التشريعي بفترات عديدة ما عمرنا سمعنا معنا مثلا عن مسؤول إنه وقف باص ولا وقف تاكسي واعترض طريقه لأي سبب أو مثلا أساء استخدام حصانته أو اعتقاده أنه هو محصن أو نائب مثلا أو عضو مجلس أحيان أخذ أرض أو يعني عمل مخالفة أي نوع من مخالفة خلال أسبوع خلال أسبوع سمعنا عن نائبين أو أكثر ثلاث أربع حالات عن شخص مثلا نائب بيعتدي على أرض أو بيعمل شيخ مخالف في منزله أو البناء اللي بيعمل شيء عديد اليوم العنوان الأول مرتبط بهذا القصة حصانة الوزراء أو لا حصانة للوزراء ولا الأعيان ولا النواب أمام هيئة مكافحة الفساد الديوان الخاص بتفسير القوانين أكد أنه يجوز للضابطية العدلية بشكل عام بما فيها الضابطية العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الوزراء صلاحية سماع الأقوال وجميع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيدا لإحالتها للنياب العام كذلك الموضوع له علاقة بالنواب أوضح الديوان أنه ينظر لهذا القرار على نطاق واسع باعتباره انتصارا لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكز أساسي للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية سيادة القانون أساس الدولة المدنية إذا فيه الأساس اللي أطلقه سيدنا في الورقة النقاشية السادسة متعلق بسيادة القانون فسيادة القانون على الجميع نائب ما بيصير لملكيتك لمكان تجعلك بدك تملك المكان المقابلك عشان سيارات إلك أو نائب يعني مستولي على رصيف أو نائب مستولي على يعني بدناش نحكي تفاصيل أكثر لأنه التفاصيل اللي كل الناس بعرفوها احنا كلنا غرفتين وصالة وكلنا سامعين صوت بعض وعارفين بعض أي حصانة هذا اللي باعتقدوها الناس هذه هي المؤسسة المظلة اللي الآن ديوان الخاص لتفسير القوانين بأكد أن الشكوى ستأخذ بجدية وأن لا حصانة للوزراء والأعيان والنواب يعني عنوان أردنا أن نبدأ به من باب وين كنا وين صرنا وين صرنا 17 حالة انتحار في الأردن منذ بداية عام 2018 لسه لم نكمل الشهر الثالث إحصائية رسمية كشفت عن انتحار 17 شخص في الأردن منذ بداية العام الحالي وفق مصدر أمني مسؤول قال المصدر أن حالات الانتحار تنوعت بين إطلاق نار وحرق وشنق وشرب سموم وتناول كميات كبيرة من الأدوية والقفز عن مرتفعات جزء منهم عن جسر عبدون بدون تعليق لأنه عادة ما بعلق هذه القضايا لكن لا يمكن قبول أو فهم موضوع الانتحار أو محاولة الانتحار إلا من باب الانهزامية وأعتقد حتى الدين الإسلامي يحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وزيرة السياحة لينا عناب وهي وزيرة نشيطة جدا وعاملة جدا وميدانية جدا كشفت أن مقابلات جلالة الملك مع مجلة الترافل ويكلي أعادت السياحة الأمريكية للأردن بقوة كان جلالة سيدنا تحدث لهاي المجلة ترافل ويكلي وأحدثت نتائج إيجابية ضخمة في السوق الأمريكية مقابلة مهمة كان هذه ثاني مرة جلالة سيدنا بيكون موجود في وسيلة إعلامية أمريكية عديد المرات لكن اشتهرت مقابلته بمقابلته التلفزيونية وهي كانت رحلة ملكية عبر واحدة من القنوات التلفزيونية العالمية وكان جال مع مجموعة الصحفيين الأمريكيين عدد كبير من المناطق السياحية في الأردن وجابت نتائج محترمة اليوم شركات سياحية أمريكية كبرى تعود إلى الأردن بعد مقابلة جلالة الملك مع هذه المجلة والتي استحوذت تغطيتها الكبيرة والخاصة على السياحة في الأردن على اهتمام كبير في أوساط اقتصادية والسياحية الأمريكية 14 دولة تستحوذ على 80% من الصادرات الأردنية الـ 14 دولة استحوذت على أكثر من 80% من الصادرات الوطنية على أساس توزيع الجغرافي وفق تحليل أعده مركز دراسات الاقتصادية والصناعية لغرفة صناعة الأردن أكد التحليل الذي نشر اليوم حاجة الأردن إلى تكليف الجهود لتصل صادراته إلى الأسواق ذات الوزن النسبي الأقل لتسجل مستويات تصديرية أعلى السوق الأمريكية المرتبة الأولى من بين الدول التي تستورد المنتجات الأردنية استحوذ على مقارب 24% تقريبا 25% من الصادرات طبعا هذا علاقة أيضا بالمناطق المؤهلة أو بدء معادلة الشهادات الجامعية إلكترونيا في إطار التحول الإلكتروني اللي بدأ في أمانة عمان واللي تحدثت عنه وزيرة الاتصالات من أكام اليوم هنا في خارج منطقة التغطية أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة تقديم طلب معادلة الشهادات إلكترونيا يستطيع أي شخص يرغب بمعادلة شهادته تقديم الطلب إلكترونيا من أي مكان في العالم وفق ما أعلن عنه أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور عاهد الوهادنة أيضا الدكتور عاهد تحدث طويلا عن موضوع الأتمة والانتقال الإلكتروني فيما يتعلق بخدمات عديدة في وزارة التعليم العالي واليوم الشهادات الجامعية إلكترونيا حتى وأنت مش داخل الأردن قطاع الإسكان في إربد 34 مستثمرا في قطاع الإسكان في إربد مطلبون بتهم تزوير معاملات أبنية كيف نفهم هذا العنوان؟ نفهمه أساس أنه ظالم ومظلوم فيه مظلوم بالموضوع ما نحن واقفين مع قطاع الإسكان وجينا حكينا للأمين والأشياء العلاقة بأنظمة الأبنية ونظام الأبنية الجديد يمثل 34 مستثمرا في قطاع الإسكان في إربد أمام قاضي محكمة جنايات إربد خلال الأيام القليلة القادمة بتهمة وضع أختام غير صحيحة وتزوير توقيع على معاملات الأبنية المتعلقة بهم فيما قال وكيل أصحاب الشركات أن موكليه لم يتبلغوا بالقرار طب بدنا نوصف يعني لا توصيف ولا وصف لهذه الحالة أيضا في إقليم الشمال ضبط عشرات مخالفات السير الخطيرة في إقليم الشمال كوادر شعبة مباحث المرورية ضبطت العشرات من مخالفات خدوا عندكم عرائي عمك سليمان دباس عند عصابعك تجاوز الإشارة الحمراء والعمل مقابل الأجرة وأعمال الطفحيط هذه طبعا هذا الجريمة أو هذا الخلل أو هذه المخالفة مش موجودة إلا في الدول العربية في الأردن وبعض دول الخليج العربي طفحيط حتى بعرفك إذا باللغة إذا تفجأ يعني هل إلها ترجمة بالإنجليزي ما بعرف لازم نسأل لينا صلاح وأصدقائنا في السفارة اللي كانوا معنا في أمريكا إيش طفحيط يعني شو معنى طفحيط أعمال طفحيط وتحميل ركاب زيادة في بساطة النقل وعدم تشغيل عداد شو فيه يعني كل هالمئات من المخالفات فيه لسه إشارة حمراء محاولة قتل أو اجتيال أشخاص آخرين ثم انتحار العمل مقابل الأجرة شيء مرعب اللي بيصير في إشاراتنا وعلى شوارعنا مرعب أنت تقطع إشارة حمراء معناها أنت نويت تقتل أمامك أو نويت تنتحر تقتل نفسك أو تقتل أبنائك اللي معك شيء لا يمكن قبوله أما الطفحيط أنا مرة حكيت في برنامجي في وسط البلد أنه الطفحيط وصورنا كانت أجتنا لقطات عن أربع سيارات بفحته وقدرنا بتقنية معينة نلاقي الرقم واحدة من السيارات ودناها لمدير السير وجابوهم وصارت قصة كبيرة أحد طلابي بالجامعة روحت بالكلية فبيقول لي دكتور أنت لاش ضدنا بقوله أنت مين أنا ضدكم والله بيقول يعني وين انفحت جابوه وين فحت الأخ بحنا كلنا فحتنا المجتمع كله فحت وين صرنا في الغور الشمالي أخيرا الكلاب الضالة والذباب تنغس الاستمتاع بمناطق التنزع في أجمل مناطق المملكة الأغوار الشمالية رحلات المتنزهين في مناطق عديدة أصبحت شبه مستحيلة بسبب الكلاب الضالة وبسبب الأذباب مشاهد غريبة عجيبة من الأغوار الشمالية هذه كانت أهم العناوين لهذا المساء خارج منطقة التغطية حديثنا اليوم نعود به إلى أين نحن الدراما الأردنية كنا في المقدمة أصبحنا من الذي دمر الدراما الأردنية بعد الفاصل أهلا بكم السؤال اللي سألنا اليوم أين وصلنا في الدراما الأردنية بأكثر من تجربة كنا إحنا حتى في الأردن نعتقد أنه ممثليننا وفنانينا النجوم المعروفين اللي أنتو بتعرفوهم في الأردن لكن لحد كبير مش شايفينهم نجوم بالمعنى العربي زي نور الشريف محمود ياسين حسين فهم الأسماء الكبيرة كنا نشوف داود جلاجر وعبد الكريم قواسمة وعبير عيسى ونبيل صوالحة ونبيل مشيني نجوم لكن ما كنا نشوفهم نجوم عرب كما كنا نشوفهم لما يطلعوا مرة كنا بالطيارة ونزلنا على الكويت ثلاث نجوم أردنيين سلمت وحكينا بشكل سريع لكن مطار الكويت وجدت مظاهرة حاشدة ترحب بالنجوم بأسماءهم في مسلسلات بدوية عرفوها الإخوان في الكويت كما هو الحال دائما في الخليج وفي كل مكان إذن إحنا كنا في مكان مهم جدا في الدراما الأردنية وصلنا إلى مكان أيضا مهم جدا معي بكل تقدير المنتج الأردني طلال عوام لرئيس التنفيذي لمجموعة المركز العربي للإنتاج الإعلامي أهلا طلال يا أهلا بك هاني وين وين إيش شفت السؤال محلاء وين وين إيش السؤال السؤال إنه وين وصلت الدراما الأردنية يعني الدراما الأردنية مرت بعدة مصاعب أساسية وبس أهم شي إحنا نتكلم بإيجابية إنه لسه فيه أمل إذا داركنا نفسنا وداركنا هذا في مجموعة كبيرة خلنا أبلش بالإيجابيات في مجموعة كبيرة من الشباب اليوم اللي من كترهم ومن عددهم بطلنا نقدر يعني نحصيهم ولا نعدهم قد ما هم يكتار ومتحمسين وجنوين يعني بدهم يفوتوا بهذه القضية هلأ ضل إحنا لازم ننظم العملية بوعاء أو بإطار تنظيمي امرتب ينظم العلاقة بين شركات الإنتاج وقنوات البث وكذا وأنا من هون يعني بحب أشكرك على استضافتي بهذا اللقاء الطيب وعلى عمان تيفي اللي هي للأمانة يعني أنا طبعا هي قناة وليدة جديدة عم بتفرج عن إعلانات تبعها بالفيسبوك وبكل محل واضح أن وراها تفكير محترم بداية من وجودك فيها بداية من البراندينج الحلو اللي عم بطلع في أناقة معينة بتشبه الأردن والأردنيين بتشبه الأناقة اللي بتشوفها بالديوان الملكي بالتشريفات بالبروتوكول ترى إحنا مرتبين زي هيك طبعا ولسنا يعني كما نظهر أحيانا ببعض المؤسسات اللي أصابها التراهل سواء بالقطاع الخاص أو العام بالأمانة أنا ببارك لكم بهاي المحطة وإن شاء الله هيك بكتبلها النجاح الدراما الأردنية مشكلتها الأساسية كانت أنه لم يكن هناك محطات تلفزيون محلية عشان تكمل الدورة العملية اعتمدنا بالدراما الأردنية وأنا ما بقدر أسميها دراما أردنية لأنه الطفرة اللي طلعت فيها مؤخرا الطفرة اللي هي اللي إحنا بلشناها كمركز عربي اللي هي إعادة إحياء الدراما الأردنية بعد ما ماتت بالقبل اللي هي كانت اعتمدت أكتر على مسلسلات تاريخية وبدوية اللي هي الهدف منها التصدير لمحطات الخليج لأنه إحنا ما عنا محطات مهتمة بالمنتج الأردني الثقافي الإبداعي كذا فبالتالي أنت لما بتنتج أعمال ذات هوية وصبغة محلية يعني بدها قنوات محلية أولا بعدين تصدر بالآخر اللي صار فينا أنه ما في محطات تلفزيون إلا التلفزيون الأردني اللي كان بقدر يشتغل على 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 استقبال هذا المنتج استقبال هذا المنتج وكان عنده مكينة مكينة الدار التجاري بتبيع إعلانات وبتسوي كذا نتمنى أنه عمان تي في قريبا تقدر تحصد هاي السوق الإعلاني أو ما تبقى من هذا السوق الإعلاني لأنه لأن المعلنين بالآخر يعني عزفوا عن موضوع التلفزيون في الأردن اللي ردأته للأمان نعم وتعاقب الإدارات في التلفزيون في المؤسسات وفي كذا أدى إلى أنه يعني رجع مستوى كتير فبالتالي ما عاد قادر وما عاد مهتم أنه يفوت في الموضوع اللي بحاول أحكي اليوم أنه لسه في أمل لنرجع لدراما أردنية محترمة يكون جزء منها الدراما العربية التاريخية والبدوية بس كمان نرجع لعلم ونور نرجع لأشياء ما بحكي العلم ونور نفسه بالمعنى لكن النمط ولا أبو عواد نفسه لكن النمط اللي هو المحلي الميديا الأردنية اللطيفة يعني لما كانت حقيقة كانت متفوقة في العالم العربي كانت رديفة زاحمت الدراما المصرية بالرغم من عراقة مصر اللي كلياتنا بنعرفها بالسينما والتلفزيون السينما المصرية تحدثت بالاجتماع الأول أهميتها كان أنه فيه سينما بمصر وفيه حالة ناتجة عن عدد كبير في السكان عن عراقة القاهرة ومصر والأشياء اللي هي مصر لما قالوا أم الدنيا فعلا هي من الدول الرائدة يعني كانوا هم والطليان يسويوا الأفلام مع بعض حتى أفلام 1896 بالضبط فمصر دائما رائدة في هذا المجال بالرغم من أنه إلها معادلتها والديناميكس تبعها المختلفة بعض النجوم الأردنيين اللي طلعوا معنا بعد حرب الخليج خلن نحكي الجيل الثاني من النجوم اللي هم بتمثلوا بإياد نصار برشيد ملحس منذ الرياح نياسر المصري أصبحوا نجوم صباح مبارك أصبحوا نجوم كاملين حتى في مصر حتى في الخليج حتى في كل مكان والحمد لله إحنا فخورين كمركز عربي إنه إحنا من الناس اللي اكتشفناهم ودعمناهم هم يصنعوا نفسهم للأمان لأنهم بقصد تقدمتهم جماعة مشتهدين ومثابرين صحيح وصدقني في منهم في منهم مئات اليوم وإذا ما ما وفرنا لهم البيئة الصح والأشياء الصح رح رح نرجع بجو محترم للنافس حكيلي التناقض المعادلة المتناقضة يعني نجوم أردنيين ببرزوا بشكل كبير هم يعني قدموا عبركم وصنعوا أنفسهم واجتهدوا زي صبا ومندر وإياد وكلهم لكن في النهاية اشتهروا وبيعملوا الآن كلهم في مصر ما لقوش فرصة بعد فرصة المركز العربي بعض المسلسلات في التلفزيون الأردني إنهم إنهم يكونوا والمعادلة الأخرى إنه أنتوا بتبيعوا في الخليج ما بتبيعوش في عمان يعني الحديث طويل وعميق ومؤلم في هذا الموضوع للأمانة بحكي لك أنا كطلال اشتغلت أنتجت مسلسلات عربية كتير وأنتجنا مسلسلات أردنية ذات طابع محلي كان آخرها إذا بتتذكر مسلسلة عملنا اسمه سلطانة عن رواية الأديب الراحل غالب هلسي سلطانة كان إنتاج قناة الغد اللي هي الـ ATV قبل ما نحن ندخل فيها وحقيقة لما تنتج إشي ذات طابع محلي من بيئتك من ثقافتك من تراثك إلو طعم مختلف غير العربي للأمانة كل مهم وكلها أنواع مختلفة بس كان إلو طعم معين حسيت أنه لازم نكمل بهذا الأضرار المشروع الـ ATV يعني لم يكتب له النور لأسباب عديدة دخلنا إحنا كمركز عربي لإنقاذ الموقف واشترينا حصة كبيرة في هذه المحطة على أمل أن ننقذها ونستمر بإكمال الدورة لأنه اليوم عندك منتج عندك شركة إنتاج عندك ممثلين بدك شاشة عرض معلن فتكمل الدورة بتعتبد على نفسك مئة بالمئة ما صار لهذا فرجعنا اعتمدنا على التلفزيون أردن بشكل كبير التلفزيون الأردني الحقيقة عنده طموحات وعنده مشاكل كبيرة كمان هم بيشكوا من نقص الموازنات أنا ما بعتقد مشكلتهم في الموازنات للأمان بالذات بعد الزيادة اللي أخدوها بآخر فترة معرفة إذا بقدر يشتري مسلسل تركي طب ما الأولى أنه يشتري مسلسل أردني أنا المسلسلات التركية بجزء أزعل الجمهور شوي أنا بعتقد أنه هي المسلسلات التركية هي من قتلت الإنتاج العربي عموما نعم وبعتقد أنه كل من دعم المسلسلات التركية هو أساء للثقافة العربية والمنتج العربي والترفيه العربي والمضامين والرسائل العربية ممكن نعرض إحنا أعمال تركية مدبلجة بس تكون نسبتها عشرين بالمئة أو عشرة بالمئة من مجمل اللي عم بيصير قنوات أساسية في الشرق الأوسط بلاش تحط تركي طول النهار لو تشوف بقدر أفهم الان بي سي بقدر أفهم الار تي بقدر أفهم الروتان لكن ما بقدر أفهم تلفزيون أردني أنت مش مشتري عمل أردني تشري عمل تركي أنا التلفزيون الأردني لو كنت أنا يعني أحد مستشارين أو صاحب أو بشور على صاحب القرار في أو في وزارة الإعلام أو في رئاسة الحكومة أو في الدولة بقول لازم بحط بس أعمال أردنية مش من باب مش من باب يعني الانغلاق دعم المنتج الوطني بلا دعم المنتج الوطني إحنا يعني فيه اتفاقية اتحاد المنتجين بينه وبين التلفزيون والاتفاقية فيها لائحة أسعار حتى نخلص من موضوع التفاوض على السعر وللأسف تيجي إدارة بتحترم الاتفاقية تيجي إدارة بتقول لك ما بنا الاتفاقية يعني نضل بالنقاش بالمربع الأول بدل من ننتقل للنقاش للمربع الثاني والثالث اللي هو كيف نجود بالمنتج شو المطلوب شو الكذا التلفزيون الأردني برأيي لازم بس يحط مسلسلات أردنية لازم يلعب دوره كجهة إعلامية أردنية ويطلب بنا كمنتجين مواضيع معينة أشياء معينة وزيحة مش كل ياتنا نسوي بده السنة وبعده كلنا نسوي اجتماعي بعده لا أنت تجربتك في سلطانة طلال والمركز العربي صحيح بتذكر أنه في قاعدة أصلا بجزء كان من بعرفت إذا هو صاحبها يوسف شهين ولا مين الإغراق في المحلية هو الطريق للعالمية إنت لما عملت سلطانة كان ممكن وذيب مثلا فيلم ذيب اللي وصل للتنافس بالأسكار أنت وصلت للأمي أوردز بالاجتياح بالاجتياح للأمي أوردز يعني أنتوا الوحيدين في العالم العربي اللي أخذوا أمي أوردز اللي هي الأسكار المسلسلات في العالم طب يعني أيش نعمل أين التقدير مش إلك للمنتج الأردني والله سؤال عميق هذا والجواب عليه بده بده 60 حلقة بجوز يعني أين التقدير للأردني بشكل عام وليس المنتج الأردني حتى أين التقدير لأولاد البلد أين التقدير شو المنظومة اللي صاير اللي هي قاعدة هذا شو يعني بتحس أحيانا يعني في حقد بين الناس في كره ما بعرف شو دافع وشو سببه إحنا بنكره النجاح ما بعرف ليش أنا أنا بنبسط بس أشوف عمان تيفي فتحات لما بشوف نجم إعلامي زي هاني البدري نجح وتألق وحافظ على تألقه أيضا يعني إحنا بتذكر مقابلاتك مع جلالة الله يرحمه الملك حسين كانت جميلة وبتقشر البدن على ما بقوله عنا بالأردني سلطانا نرجع له مرفوض في التلفزيون الأردني موضوعيا مش عارف ليش عودي أبو تايه سوينا عمل أخذ جوائز ذهبية هو سلطانا قالوا إحنا من منحاول نحرض العشائر ونميز عشيري على أخرى وعلى كذا نمر العدوان سوينا برضو يعني بطلوع الروح هذه شخصيات عرب اردنية بتاريخ برضو نمر العدوان عرض بتفزيو اردني بعد ما وسطنا ميما بدك تبتعرف أنه وانت عش تجربة أنه بعض الدول يعني بدون ذكرها كانت تدور على شخصية تربطها باسمها باسمها هذه الدولة وبالكاد وجدت وبالكاد إنها وجدت احنا عنا كلها شخصيات كبيرة ومش قادرين نعبر عنها الدرامية ان شاء الله يعني يعني الدولة عم بتمر بمرحلة اقتصادية صعبة زي ما عم نسمع صنع عشرين سنة أنا بحس الإدارة بدها بدها شوية هذا الروح الانتماء للأردن للوطن للبلد يعني انت بتحكي فيه أزملية لكن نحن بتشوف فيه فيه فلوس بتنصرف وبقول لك انطلاقة وبقول لك ألوان هيك زي كأنك بفالانسيا مع منتخب فالانسيا أو جمهور فالانسيا كله برتقال مع احترامي للجميع طبعا أنا ما بحاول أصخر من حدا لكن أين النتيجة وين المنتج النهائي لكل هالصرف أنا التلفزيون الأردني المظبوط ما شفته مؤخرا بالانطلاق الجديد اللي بحكوا فيها أنا مع أي تطوير على الشاشة وبقول إذا لم تكن تمشي للأمام كلما إذا ما بتمشي لقدام فأنت بترجع لورا لأنه الدنيا ماشي بسرعة شديدة والمشاهد العربي عنده عنده من الخيارات والمشاهد الأردني كمان عنده من الخيارات الكثير التلفزيون الأردني يعني فيه إدارة جديدة أو عمرها سنة أو سنتين فيها رئيس مجلس إدارة إعلامي كبير اسمه جورج حواتمي إعلامي بجوز مش تلفزيوني بقدر ما هو إعلامي من ناحية مش تلفزيوني بس مش تلفزيوني وفي عندك شخص المدير العام الجديد أيضا الأخ في راس انصير اشتغل بالعربية واشتغل بالجزيرة واشتغل على عدة قنوات خبرتي فيه أو معرفتي فيه أنه كان أكثر في مجال تحرير الأخبار وفي الأخبار هلأ أنا ما بعرف للأمانة قديش هو ملم بموضوع الدراما وموضوع الكذا نحاول نبني جسور يعني من التواصل معه نشرح له كله في الإنتاج كله في يعني تمييز بين المسلسلات ولكذا يعني فيه فيه فترة فيه سنة لغة لازم نخلص سنة لغة طويلة شوي بس يعني هو نجح كشخص في مماكن أخرى ما بعرف نجاحه كان هو هلك هو كان رأس مؤسسي في الخارج ولا كان يعني عضو في فرقة ناجحة هل لحاله بقدر يعمل شي ولا بده بده فريق من الناجحين معه هل هو إذا بتجدد عقده سنة في سنة رح يشعر بالأمان لأنه تأسيس تلفزيون محترم ليفوت وينافس بده بده سنتين ثلاثة لننجاح أنا بعد إذنك طلال لازم أطلع مع التقرير التالي يعني نعود نسترجع ونستذكر مسيرة الدراما الأردنية إذا بنحكي عن الدراما الأردنية فبنحكي عن سنوات طويلة من النجاحات وهذه بالضبط اللي كنت مقصودها أنا لا نقصد هنا الحديث عن أشخاص ولكن نقصد أنه لماذا وصلت بالمناسبة زي ما بدأت حاكي حديثي هناك أشياء تراجعت زي الدراما إما بشكل مقصود أو بأيدي يعني غير مقصودة في هذا التقرير لغيث الرجال بسيطة بسيطة أنا أغلاج دواس الظلمة في تقرير اليوم نتسأل مطولا كما هي الأسئلة الستة للخبر الصحفي ولكن عذرا لا أستطيع إجابة الأسئلة في هذا التقرير الذي يحمل عنوان الدراما الأردنية وتراجعها بعد خمسين عاما على إثراء الشاشات العربية بالأعمال المميزة نحن تصليح البوبير هاي يعني ما نشتغل هاش يعني حشان المصاري هو يتساءل الكثير عن الدراما الأردنية وموقعها على خريطة القنوات الفضائية الآن فمنذ مطلع تسعينات القرن الماضي تراجع الانتاج نوعا وكم ولم تفلح كل محاولات إنعاش هذه الصناعة في تحقيق تقدم ملحوظ مراقبون للمجال الفني المحلي يطرحون الكثير من الأسئلة التي تتعلق بتوفير البيئة المناسبة للدراما وما تقدمه المؤسسات الرسمية لها وهي أسئلة تتعلق بالتشريعات التي تكفل تدفق المال لمشاريع الانتاج الفني إحنا بحاجة إلى ناس تعلم ما معنى الدراما المسؤول يفقه مع معنى الرسائل الفنية التي يقدمها الفنان إحنا ما فيش قيادة لهذه المهنة يعني لقابة الفنانين هي مكان إداري وليس مكان تشغيلي إحنا بيتنا الحقيقي ومكاننا الحقيقي الإذاعة والتلفزيون ووزارة التقاف على الرغم من هذا المشهد كان هناك تجارب ملفتة إلى حد جيد من قبل القطاع الخاص إلا أنها لم تزاحم ما تنتجه دول رائدة دراميا في العالم العربية مثل مصر وسوريا لم تعد الإسرة الأردنية تتجمع أمام شاشة التلفاز لمشاهدة مسلسل من إنتاج وتمثيل فنانين أردنيين فتراجع الدراما بات أمرا ملحوظا للجميع وتدني مستوى الإنتاج قضية لا بد من حلها لإعادة الألق للمسلسل الأردنية كما كان في ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي الآن بحاجة إلى إعطاء علاج للدراما الأردنية بحيث أنها تقفز وتصحو من هذا السرير سرير المرض اللي أصابها بدها أطباء حتى تصير تقدمي الدراما وتصحى وتصبح فيه أعمال يعني أن تنافس ما يجري في العالم العربي المواطن الأردني يسأل أين الأعمال المعبرة عن همومه وقضاياه وأين الممثل والمخرج والكاتب الأردني هل الدراما الأردنية في الإنعاش أم تشهد حالة ولادة ثانية إيش بتقول؟ بيد الشر وهل ستستعيد ألقها الذي شهدته في السبعينات والثمانينات أنا ما بدي أورطك وبكف اللي بتسويه باشر طالبين الثار يدوروا رعشك ويكثرهم طلال إيش أين البيئة المناسبة اللي حكى أنا عغيث أنه يجب أن تكون متاحة لاستعادة ألق أو ألق الإخراجها من الإنعاش يعني لازم نقعد نتفاهم كل ياتنا مع بعض بدون بدون سلبية ونتطلع بإيجابية على الأشياء ونحط الأمور بنصابها لهذا ما حتى المسؤولين يعني أنا مرات بتطلع بقول الله يعينهم تعرف كل واحد كل منتج حتى المنتجين التعبانين اللي بيسوهم مسلسل بشهرين وتعبان ويا الله هو بيشوفه بيضلوا يبعطوا رسائل على الحكومة وعلى الديوان وعلى الدنيا فحتى المسؤول في التلفزيون أو في وزارة الإعلام كل يوم بيجي 500 شكوى كل يوم بيجي كذا فالأمور يعني أه بس المفروض أنه على الأقل جزء من حسن الإدارة وهذا أنا موقفي ما أرطكش فيه جزء من حسن الإدارة أنه يكون فيه هناك تقييم للعمل عمل كبير قاعد يقدر في العالم يجب أن الأولى أني أقدره وطنيا وهذا الحديث مرة أخرى لمدير عام الإدارة والتلفزيون وأنا أعرف عن إيش بحك أنه مدير عام الإدارة والتلفزيون ما له علاقة بالموضوع يعني الموضوع كيف أنا بجيب دراما تركية بعرضها على شاشتي بدي أفهمها هاي وكيف بجيب دراما أنا بانتجها زي أبواب زي أبناء القلعة أنا بانتجها ثم أقول أنه هاي إنتاج مشترك بيني وبين أبوظبي يعني قصة هيك هي ليست إنتاج مشترك هي نابعة من شعورنا كدولة بالحاجة لمساعدات أبناء القلعة مسلسل كانوا تلفزيون أبوظبي بديوا منتجوه مع شركة إنتاج إماراتية لشخص أردني أو مخرج أردني وبعدين غير رأيهم الجماعة وبطلوا فالتلفزيون الأردني يعني بواسطات معينة بدعم بكذا بهذا قال طب إحنا بنشتري على ورق قبل ما ينتج فاشتروا بمبلغ معقول بالنظر إلى مستوى وكلفته فأنتج بهذا المبلغ بعدين تلفزيون أبوظبي غير رأيه ورجع اشتراه نعم فهو كإنتاج إنتاج شركة خاصة في الإمارات يملكها مجموعة شباب أردنيين بس يعني شفت رئيس الوزراء استقبلهم منبسط أنه رئيس الوزراء مهتم بموضوع مسلسل بس أنه يعني رئيس وزراء الأردن بده يشكر يعني مدير تلفزيون على إنتاج مسلسل أنا شفت وهو اللي منتجه بس هو معلومة عنده مش كاملة طب ما يعني بتعرف شوي حزنت وزعلت وقلت يا أخي إحنا مش في المكان طب أنت مش شايف أنه برضو قبل أن أطلع الفاصل أنه من بدشت جوابك أنا بداعي أسأله أطلع الفاصل أليس من منطق أنه رئيس الوزراء والمسؤولين أنهم يقعدوا مع المنتجين والفنانين الأردنين أنا ما سمعتش خلال الفترة الماضية نصف ظهر في شيء؟ لا شكرا بعد الفاصل نعود أهلا بكم المنتج طلال عوامل اليوم بعد سنوات طويلة كم العمل بتقدر أنتم من مركز العربي المركز العربي منذ تأسيسه من 83 لليوم عنده حوالي 5000 ساعة من الدراما العربية المتميزة أخذت جوائز كتير عربية وعالمية وهذا والحمد لله فخورين ومستمرين بتقديم هذا هو سؤالي على موضوع مستمرين قداش حالة الإحباط اللي عايشين إحنا بنتطلع كنا أنا وياك على التقرير ونشوف فعلا حالي الفنان الأردني إنه بعد الإحباط وبعد الحالي اللي وصل إلى هالفنان الأردني كنا زمان نقول عشان أزمة الخليج توقفت الدراما الآن فيش أزمة خليج توقفت بسبب أزمتنا الداخلية نحن فيه أزمة إدارية عنا فيها وفيه عنا أزمة يعني لها علاقة بالمستوى الفني ومواكبة العصر واللحاق بالجمهور لأن الجمهور سبق كتير والعالم كل ما ينفتح أكتر عم بشوف درامات من دول أخرى ومن أشياء أخرى وقيمة إنتاجية مختلفة دراما العربية عموما ما واكبت مش بس الأردنية عموما ما واكبت مصر لها حالة مختلفة جمهورها شيء مختلف تماما بس أنا بقول طلال ليش يعني في الوقت اللي إحنا كنا إذا بداش نحكي بالمقدمة كنا في موقع مهم ما كانش في أي درامات عربية حتى السوريين ما كانوش بالحجم العدد ولا النوعية الجوهر الآن مثلا الدراما اللي كانتش موجودة على الساحة اللبنانية الآن تنطلق وبتسيطر حتى على الفضاءات المصرية اللي ما كانتش تشوف إلا مصري لبنان حالة كمان حالة خاصة حالة خاصة وتحترم وفيها تعددية وحزبية وفيها توازن معين أنتجت مجتمع منفتح ومجتمع بفهم سياسة وبيعرف كل شيء فبالتالي لك تعرف أن الدراما مرآة لتطور المجتمع لحال المجتمع وتطوره الدراما سواء بالمسرح أو بالسينما أو بالتلفزيون لها علاقة بهذا برجع بقول الأردن فيها طاقات كبيرة وبرجع بقول ممكن وبرجع بقول أنه إحنا بس لازم نركز على الإيجادة في العمل نركز على التخصص نركز على الأمور ما بقدر أحط اللوم كله على التلفزيون الأردني التلفزيون الأردني هو طرف من أطراف المعادلة ويجب أن وطرف أساسي بالمعادلة بتبلش من عنده إذا بدنا نعمل نهضة سريعة الآن بتبلش من عنده أنه يشتغل دوره الحقيقي كجهة بث أو كبرودكاستر أو كناشنال بروودكاستر يقول أنا بدي واحد تنين ثلاثة أربعة أنا اقترحت على مدير التلفزيون حتى يعني الانطلاقة كنت بتمنىها تكون بشكل مختلف كنت بتمنى أنه يعملوا قنوات تخصصية أردنية واضحة قنالة الدراما قنالة للأخبار مهم اللون أهم إيش اللون أنا عجبني اللون لأنه أنا ما شفت في شيء بصراع أنا آسف أعتذر يعني ما شفت في الانطلاقة إلا اللون اللي هو أي لون الأورنج أنا والله ما انتبهت عليه كتير مش متابع للتلفزيون بشكل عامل أنا آسف يعني بعتذر زملائي وهذا بيتنا وإذا بنحكي عن هذا الحكي فهو من باب الحرص إنه هذا شاشتنا الوطنية طلال الأساس بنحكي من ما هذا الحرص أنا هاني يعني أنت أخ عزيز وغالي أنا شخص عم بحاول أمارس الهدوء مارس الهدوء وضبط النفس حتى بالآراء نعم لأنه بتعرفني أنت يعني أنا من زمان نتيجة العمل الإنتاجي حازم لأنه عندنا دادلاينز وعندنا موعيد وعندنا كذا وإنتاج وإنتاج بده ناس وإدارة عشرات ومئات البشر وكذا فيعني السمع علي صارت أنه هذا عنيد وبيحكي رأيه ومش سائل في حد وكذا فأنا عم بحاول أني يعني أورجي الصورة المختلفة ترى الجملة اللي بحكيها أي واحد غير اللي أنا بحكيها لا لا أنا بحكي أنا ما بحكي من باب حرص فالمرقاني حلو خلص خليه حلو بلاش يزعروا علينا نعم بحكي من باب الحرص وليس من باب النقد هيك للنقد فهم لما كنت بحكي لك الإحباط هل هذا سيوقفكم هل هذا سيدفعكم وين رايحين الفترة الجاي كمنتجين مش بس كمركز عربي إحنا قطاع خاص دكتور هاني الإحباط ممنوع عرفت بعدين بنطعموش أولادكم عيش بنطعموش أولادنا فإحنا وإدى محباط بدك تضغط على نفسك وبدك تستحضر الإيجابية ومشان تقدر تلاقي الخير وتلاقي الكذا تفائل وبالخير يتجدون طبعا فبدنا نتفائل وبدنا نضل نحاول وبدنا نعيش حياة كريمة وبدنا نخدم بلدنا بالتالي نخدم أنفسنا أنا ما بحكي نخدم بلدنا لا تعارض بين خدمة شخصك وبلدك نعم وبما واحد طبعا فيعني ولا تعارض بين محاولتك كإنسان أردني أنك تحسن دخلك باجتهادك في عملك ومواطنتك الكاملة الحقيقية من تجاه أنه هي بتبلش إذا شفنا ورق ما نكبش ورق من السيارة ما نكبش زبالي على الأرض الحمامات تكون نظيفة بالأسواق والمولات بتبلش من كتير تفاصيل يعني هي مش بس الدراما الأردنية نعم إحنا موضوع المواطني كله بده شوية ديرت بال موجود جوا كل واحد فينا ليش الأردنيين بس روحوا على دبي بنسجموا بسرعة شديدة مع القوانين والأنظمة والأمور وبتحسهم يعني ما شاء الله عليهم عايشين بدبي إلى 50 سنة معادي ما شير الأمور طب إحنا شو بصير معنا هون مش عارف طبعا طيب إحنا أيضا سؤالنا وبجزء هذا راح أرجع بعض الاستطلاع اللي بالشوارع سألنا الناس إذا بتشوفوا مسلسلات أردنية وشو بتتذكروا عشان نرجع نقول فعلا هل لسه المسلسل الأردني مطلوب هل طلال عواملة ومجموع المنتجين الأردنيين لسه عندهم إمكانية يرجعوا للبيئة المحلية الأردنية ليطلعها الكنوز من الأسماء والقصص والحكم والقيم في مسلسلات جديدة في هذا الاستطلاع تبعت مسلسلات الأردنية خاصة أم الكروم يعني هذا مسلسل رسخ في ذهن المواطن الأردني كان يحكي عن واقع المواطن الأردني غليص أكيد وفيه كثير ممكن بدأ أحكي لك يعني نمر بن عدوان كمان كثير الناس تابعوه فيه إيش كمان مش متذكرة بالضبط بس فيه يعني مسلسلات كنا بنحضر منها هيك حلقات من المسلسل الأردني لا صلاة الله وطلاة نعم سيد أنا من متابعين لترامو أصلاً أردنية لا فيه مسلسلاتها خاصة بالفترة الأخيرة يعني التلفزيون نردن لا لا ولا لا أردنية ولا أجنبية أبداً أصلاً مش صحبة أنا والتلفزيون كامل بالله إلا صراحة مسلسلات بدوية يعني غليص نمر بن عدوان واضحة بن عجلان طلال لسه الدراما الأردنية مطلوبة سواء محلياً أو زي زمان لما كانوا إخوانا في الخليج يقولوا بدنا تنتجوا لنا الدراما بدوية أردنية لأننا مطلوبة عنها لسه مطلوبة؟ للأسف لا لا لماذا؟ يعني المحطات في الخليج برضو عم بتمر بسياسات مش عارفوا إصلاح مالي ولا تقشف ولا كذا ناتج عن الأزمات اللي عم بتمر فيها محطات الخليج اللي بتعرف عندهم أزمة اليمن عندهم سعر البترول نازل عندهم الأشياء وعندهم أيضاً أولوية لإنتاجهم المحلي من يوم مطالعه هم الدولة هناك على مستويات واضحة خففت إنتاجها المحلي هذا العام باتجاه تغيير نوع المحتوى المحلي اللي بده يطلع لأنه زي ما أنت شفت حتى المسلسلات الخليجية تحديداً كلها نواح وعياط وكلها سلبية وكلها حزن هو جو هندي أكتر أيوة كلها حزن وكلها سلبية وكلها ناس نصبوا على بعض وإرث ومخدرات وكذا فأقول لك يا أخي إحنا عم نحاول عملوا وزارة السعادة بالإمارات عملوا أشياء هيئة الترفيه في السعودية برضو شغالي بشكل كبير فأقول لك الدراما هاي اللي عم تبث سلبية في المجتمع بدنا نحاول نقلبها فهم حتى المنتجين الخليجيين في عندهم حالة غضب هذا العام تحديداً بس لأنه الدولة أيضاً عندهم بتحاول أنه تنتج هال تطلع من القالب القديم في الدراما ولا تفوت بقالب جديد اهتمامهم بالدراما تبعنا لا مش موجود مش بنفس الزخم والقوة تبع زمان هم بيختاروا مواضيع معينة نفذوها هم ببعض الدول وأنا بأعلي بعض التجارب مع بعض الدول الخليجية أنه يحتم على تلفزيون الدولة أن يشتري من المنتج المحلي مسلسله صح تبتعرف هذا الموضوع 100% بالكويت هذا الحكي موجود بقوة إذا بنحكي مناش يحتم نحن بنحكي بالأردن طالما أنه الخليج بطل يطلب الدراما أردنية وهذا القطاع فيه ألاف من الناس اللي بياكلوا عيش على إخوان المصريين صح ممثلين عفنانين عفنيين على كل شيء على ناس بيشتغلوا بزيكم استثمارات كبيرة صح طيب مين الأولى أنه طيب الخليج وانت هنا خلص حتى بيبثوا أعمالهم فقط بصعوبة عابد نقدر نمشي أمورنا بالخليج السنتين هدول اللي راحوا أو الثلاث سنين بصعوبة بالغة بالنسبة لنا نتمنى القنوات المحلية تقوى وتكبر زي رؤية وزي عمان تيفي إن شاء الله تحصل على نسبة مشاهدة أعلى وأعلى فبالتالي العائد الإعلاني يكون يكفي أنه تنتج كذلك تمنى على التلفزيون الدولي اللي عنده بيزانية مدعومة من الحكومة من جيوب المواطنين أنه يكمل الدورة الإنتاجية صح ويقوم بدوره الكامل بالشراء إحنا للأمانة نترجى أنه نقدر نبيع مسلسلنا للتلفزيون الأردني رمضان الماضي حاولنا 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 ولم نفلح في الموضوع التلفزيون الأردني عايش حالة معينة من الخربطة أنه هل أنا أنتج بشكل مباشر هل أكلف منتجين هل يعني لسه عم نتساءل نفس الأسئلة مع كل إدارة جديدة عم تيجي عم نعيد الأسئلة من أول طب طلال ما في يعني وين دور نقابة الفنانين ما بتحكم عن نقابة الفنانين مفروض عضو مجلس إدارة التلفزيون نقيم الفنانين شخصيا يعني ممكن لأنه هي المظلة اللي مش إلكم كمنتجين ولكن الفنانين اللي ما بيشتغلوش قاعدين ما بيشتغلوش نقابة الفنانين على علمي سار الأسعد شخص دمث وخلوق وقاعد يحاول نادى مدير التلفزيون في آخر اجتماع أنا بدي أضرب مثال عشان أوضح غضية مع الإخوان عندنا بالشركة وكان مستمع نزل عندنا على التصوير زي ما أنت شفت شاف البنية التحتية وشاف الأمور وقال هذا مفخر للإنتاج وكذا بس لم ينعكس على قبول وعالشراء وعالأمور هاي كلها كان مستمع حكينا معاه نتواسط عنده كذا قال أنا مش راضي تحاولنا نتواسط نخلينا نعمل اجتماع معهم وكذا ما زبط الاجتماع ما قدرنا نجتمع طيب ممكن حدا بس يفاهمنا إذا مش أنت منجبين لنا حدا واحد ثالث يفاهمنا ليش يعني ليش حالة هذا الجمود الخشونة الرفض إذا بدك تسميه إيش مش عارش بيك تسميه طيب ما في النهاية إذا مقدم منتج جيد بحكيش طلال العوامل أي منتج أردني ليش لسه في حالة المنتج الجيد زي ما حكيت لك إدارة التلفزيون عم تتعرض ضغوطات من منتجين منتج وإنتاجات بمستوى سيئة جدا أقل أقل من المستوى المطلوب ولهي من تسيء لدراما وأساءت لدراما الأردني في الخليج يعني الدراما الأردني في الخليج صارت تقول لك آه ما هو تعبان يلا بشهرين بخلصوه فنزل السعر نزل السعر نزل السعر فبالتالي ما عادت زي ما بيقوله مجدية بشكل أو بآخر الدراما الأردنية مع التلفزيون الأردني لازم تتحدد معايير واضحة للتقييم نعم والتقييم الجيد والعاطل ترى ما بيدوا روحوا على القاضي طبعا ما بيينه وسهل بس مرة تانية الواسطات في بلادنا والعشائرية والناس والرسائل لكل مكان وكل أصحاب الاختصاص اللي إلهم واللي ما إلهم بيصيروا بدهم يتوسطوا نعم طبعا احنا رحنا عاميركا يابل أسبوعين ندور على قصص نجاح أردنية فمبالك لما يكون بيننا قصص نجاح أردنية ومهمة وعشان يكمل باب فعلا محبتنا ودعمنا وبحثنا لقصص النجاح ومنكم أنتم بالمركز العربي قصة نجاح الآن زميلنا أنمار مخرجنا رح يطلع صور بس استذكر والناس قاعدين بيشوفوا فوزكم بواحدة من أهم الجوائز النخبوية في العالم امي اووردز اللي هي أوسكار ما نعرض بالتلفزيون الأولوية أوسكار المسلسلات اختيلي لما فزتوا بامي اووردز يعني ورحتوا عن نيويورك وانقلبت الدنيا يعني أنتجنا مسلسل بحكي على لكم تشوف أولا لا لا أحكي تفضل رحنا على أنتجنا مسلسل بحكي على اشتياح مخيم جنين في قصة بطولية لا 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 أخواننا من الشعب الفلسطيني اللي هو احنا بالأردن موقفنا واضح اتجاهه ودعمه وجلالة الملك والهاشميين عموما قضيتنا المحورية احنا وياهم القدس شعرت كمنتج انه هذه قصة لازم تنحكى وهي قصة حقيقية كان في مجموعة ابطال قاوموا في مخيم جنين نعم العدوان الاسرائيلي عليهم اكتر من الجيوش العربية التلاتة نعم في الحرب اللي صارت في ذلك الوقت فحسيت انه هاي قصة بطولية يجب ان يصلط الضوء عليها وعشان احنا ما نتوهم الامر كان بهيئة المحلفين والدنيا يعطونا جائز هذا الاغرب يعني هذا بورجي انه العالم اذا بتعرفت كيف قضيتك بيحترموا الفن بيحترموا من يستطيع ان يوصل قضيته بالعالم يعني احنا اليوم الاردن عدم مؤاخذة لا عنا نفط ولا عنا قوة اقتصادية ولا عنا كذا عنا جلات الملك بقضية القدس شد وعمل لوبينغ في العالم وما زال الى هذه اللحظة وصدقني رح تتفاجأ بحجم التأثير اللي عم بيصير بالرغم من من حجم الاردن وضعف مواردها بس ولكن شخص واحد بصناع الفرق احيانا النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو شخص شوف عدد المسلمين اليوم قديش وشوف المريبين كداش اتفاجأتوا بالإميوورد لدرجة انه ما كنا عارفين احنا قاعدين بالقالة احنا ترشحنا بيصير الترشيح بشهر اربعة نعم بمهرجان كان فبيعطوك نومينيشن بيسموها فبيصيروا يعني بيختصروا خمسمائة عمل ترشيح لأربعة وقاعدين على الطاولة تتفاجأنا أنا والوالد ولدرجة انه مش محضرين شو بدنا نحكي على المنصة فاطلعنا مشينا مرة بعض اذا بتشوف بالفيلم زي طلعب شوي قال لي احكي انت قلت له لا احكي انت احكي انت وصلنا قلت له مش حاكي احكي انت مش عارف شو بدحكي طبعا فشكر حكى اي تانك يو اون بهافوف جوردن انا بشكركم بالنيابة بالنيابة عن الوردن ارجعنا كان عندي اشكال بالأي تي في والكذب فلم يغطى في البرامج ولم يغطى في كثير من الاحيان لكن جائزة كبيرة هي للوردن زي ما حكي اون بهافوف جوردن هي انت وفزت اون بهافوف جوردن صح مش ثلاثة عدنان عوامل هي هي هيك وجلالة الملك اعطانا وسامل حسين شوف التقدير بدك احسن من هيك تقدير للعطاء المتميز والتلفزيون الوردني ما عرض هذا المسلسل السنة لما صارت هي اللي تصدت انه تعرضه هو موقف هو المسلسل المنيح يعني ونتمنى انه يعني الكل يشوفه بشكل او باخر على كل احوال معظم اعمالنا المهمة كأول شركة عربية وخطي جوائز عربية كثير مهرجان القاهرة الادعاء والتلفزيون بطلت احسب جوائز عربية الاماني لانه يعني مؤخرا اخر سنتين تلاتة صار فيه كولاسات كثير وصار فيه كذا ومعايير نزلت وصار فيه دفع وصار فيه كذا فبطلنا شارك كم المسلسل السنة منتجين السنة عنا ست مسلسلات بس هي مش كلها مسلسلات دراما عم نعمل الانيميشن للكبار كارتون للكبار وعم نعمل عدة اشياء درنا نخلي التلفزيون الاردن يعرض واحد منها بس يعني لهذا الرمضان ان شاء الله رح نظل نحاول نقنعهم انه انه يشتروا اكتر انا متأكد انه حتى الادارة الحالية اذا كتب لها انه تبقى فترة اطول رح يدركوا يعني المسلسل الجيد من المسلسل اللي هذا ما بعرف اذا فيه آليات تقييم او نسب مشاهدة او يعني ما بعرف فيه حدا بقيس نسبة مشاهدة فيه شركات فعلا يعني برضو ما فيش فيش هالشفافية والموضوعية يعني هذه مهمة فيه فصولة بالموضوع في بعض الاحيان ولازم ما نتطلع احنا كقنوات تلفزيون على شراء المسلسلات لا كدعم ولا ككلفة احكي لك ليش لانه اليوم الدعم لما لا تدعم حدا بدك تشتريب اغلى من حقه احنا اللي بكلف مليون عامل بيع ومئة وخمسين الف فهو مش دعم بس منسميه دعم قد ما احنا واصلين لمرحلة تحت تحت رقم تنين وهو الاهم اذا مبكرا التلفزيون تفاهم مع المنتج فبيقدر عنده ست شهور او سبع شهور انه يبلش يجيب اعلانات ويجيب رعايات عليها وكذا مش قبل رمضاني بليل احنا لسه مش عارفين شو بدنا نحط على التلفزيون فبالتالي امتى بدها الدائرة تجارية تشتغل امتى المعلن تحرك امتى الامور بدها تمشي بشكل او باخر كلمة اخيرة طلال الناس اللي ساهمت في صناعة نجوميتهم ما زالوا بذكروا يعني بيحكو لك انه هدول الناس طلال عواملة والمركز العربي وابناء الرشيد والاجتياح وانهم اللي قدمونا للدراما العربية يعني في منهم اكيد عندهم يعني بيحفظوا الجميل دائما لو 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 كلاميا وفي منهم بيقول لك يا اخي احنا اليوم صرنا ناخد اجور مرتفعة جدا هذا اول ما اشتغلنا ما عطونا هاي الاجور فبالتالي شعروا بالظلم التاريخي لما ما كانوا مشهورين وعلى كل حال بس الناس طيبة هون ومنقدر نصل في خير ومنقدر نصل معاهم كلهم لتفاهم معين واحنا مستمرين في ماكينة تفريخ النجوم الاجداد وفي كثار شكرا المنتج العربي والاردني ورئيس تنفيذي لمجموعة المركز العربي لإنتاج الإعلامي طلال عواملة شكرا لك وبشير بكل تقدير لمن بدأت صحيح المسيرة عدنان عواملة بكل تقدير الحبيب عدنان عواملة هو أول منتجي الأردني أول قطاع خاص في الإنتاج الدرامي التلفزيوني أنا بحيي أيضا في نهاية هذا اللقاء وبشكركم بس التعليق الأخير أنه نحن هنا نتحدث في قضايانا زي ما بديت حديثي احنا وين كنا وين بنسير علينا أنه نعاود بكل بساطة نشوف وين المشكلة أنه زي الأطباء نبحث في المرض نبحث في الإعاقة ونعود للانطلاق وإذا تحدثنا عن التلفزيون الأردني وعن الأخطاء والمشاكل والإخفقات وعرض مسلسلات تركية ورفضهم لإنتاجات أردنية فنحن نتحدث عن بيتنا مش عن بيت أحد غيرنا نتحدث عن شاشة وطنية نريدها أن تعود إلى كل البيوت دراما أردنية نعيدها أن تعود إلى كل المجالس إلى كل الناس يشوفوا الدراما أردنية أعجبت الملايين في العالم العربي وما زالت محفورة في ذكرتنا شكرا لكم نتمنى لكم أمسية طيبة وعطلة نهاية أسبوع سعيدة ونراكم بداية الأسبوع بإذن الله في حلقة جديدة من خارج منطقة التغطي أنا هنبدأ أحييكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر